للإنسان في الحياة أمال عريضة وكبيرة عنده أهداف منها قريبة ومنها بعيدة الطرق للأهداف دي في منها ممهد ومنها صعبة حبتين وانت ماشي في الطريق لأهدافك دي بيقابلك معوقات كبيرة المعوقات دي في منها بيبقى طبيعي من سنن الله عز وجل فيها وأحيانا بيبقى بسنب الأشخاص نفسهم بس انت محتاج في طريقك ده والسر لهدفك ووصول إليه لقوة محتاج نوع من أنواع القوة اللي تخليك قادر تكمل والقوة دي هي سر من أسرار استمرارك للوصول القوة دي هي نفسيتك وقوتها واسمدها وسبتها ومرونتها وطهرتها من الآخر كده هي نفسيتك وقوتها هي الدافع أنك توصل لكل حاجة عشان كده هتلاقي ربنا عز وجل هيئة النبي تهيئة خاصة خالص هيئة النبي تهيئة تخليه أقوى من الجبال ربنا عز وجل بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا والوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واستحمل الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تهيئة وتهيئة خاصة من نوع خاص كان بشر بس بقوة الجبل مش بس في الجسد والتحمل بل كمان والنفسية اللي تخليه يتحمل كل الأزمات النبي تعرض لها وبرضه صامد ومكمل اللي خليه تعرض لكل الأزمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها وثابت وصامد بقوة نفسية رهيبة ومكمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة عرض الإسلام على 26 قبيلة كلهم رفضوا الإسلام ومع ذلك كمل الهجرة نفسها كانت أكبر دليل على صمود وقوة النبي النفسية كانت بتورينا براعة النبي وبروز قوته النفسية النبي بعد معيش 13 سنة في مكة يبني ويزرع ويربي الصحابة وبدأ بالفعل يحصد لا قومه يتردون يروح لمكان تاني اللي هو المدينة يبتدي ينشر من أول وجديد ويبني من أول وجديد ده انداليا دول على قوة النبي صلى الله عليه وسلم النفسية احنا محتاجين الثبات النفسي ده والصمود النفسي ده حاليا هو ده مرض العصر الضعف النفسي ده هو مرض العصر النبي صلى الله عليه وسلم أكتر واحدة من زوجاته حبها تموت سيدة خديشة وتاني واحدة سيدة عائشة يتهم في عرضها كل أبناءه يموتوا بسناء سيدة فاطمة هو مكمل وثابت وصامد أكتر حد كان في ظهر النبي مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم طب أموره وظروفه الحياتية كانت عاملة إزاي احتاجاته المادية كانت بقى أكيد مريحة طالما كم الأزمات دي يبقى الظروف الحياتية وظروف المادية كانت مريحة بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ثلاث شهور عايش على الطمر والمية ما فيش نار بيوقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ده اندال يدل أن الحالة المادية ما كانتش أحسن حاجة كل أموال اللي النبي صلى الله عليه وسلم حصل عليها صرفها في نشر دين الإسلام فرفع الرغاية في التبليغ فمع الأزمات دي الظروف المادية ما كانتش أحسن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان ديره عمرهون عند يهودي يعني الحياة ما كانتش أظرف حاجة ولا أحسن حاجة ومع ذلك النبي كان صامد النبي كان خير دليل على قوة وكتلة صمود نفسي غير عادية ومع كل الأزمات دي الأزمات اللي النبي اتعرض لها المطار الشخصي والأزمات على الطريق الدعوي وظروف المادية اللي قلنا عليها وظروف الحياة هو برضو كان رجل المدني الأول في الدولة يعني اللي يحتاج الجوز روح للنبي صلى الله عليه وسلم حد يروح له إيه زليه في الزنا اللي عايز صدقه يروح له فكم من الضغوطات والأعباء والواجبات اللي كان لا يتحملها أي حد لما يكون صاحب قوة نفسية جبارة طب النبي صلى الله عليه وسلم إزاي قدر إنه يبقى كده أو إزاي نقدر نتعلم من نهج النبي في صموده ده عشان نقدر نتحلى بنفس القوة النفسية دي إحنا عايزين نسير ونشق طرق الحياة بالقوة دي الحياة مش عايزة ضعف مش هتعرف تكمل وانت ضعيف فيها النفسية وانت عندك هشاشة وانت عندك عدم مرونة وعدم اتزان بس هتلاقي أكتر حاجة خلت النبي صلى الله عليه وسلم قادر يبقى عنده قوة نفسية إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم القوة دي كان عنده احترام لحدود طاقته النفسية يعني إيه حدود طاقته النفسية مش معنى إنك قوي نفسيا كده إنك تقدر على أي حاجة وكل حاجة بالعكس قوتك النفسية في إنك تشوف اللي ما تقدرش عليه وتقول ما قدرش عمله ما قدرش عليه محترم ده محترم حدود طاقته النفسية يعني الوحشي الوحشي اللي قتل سيدنا حمزة لما دخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام وقبل توبته النبي قال له ما شوفش وجهك خالص طول ما انت قاعد قدامي تم أمديني ظهرك ما قدرش هتحمل لنشوفك ما قدرش هتذكر اللي انت عملته في حمزة فحرم من ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو قاعد قدامه هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي احترم حدود طاقته ما قدرش هشوفه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تحمل على نفسه وما احترمش الحتة دي وخلى الوحشي بقى ينظر إليه كان هيدغت عن نفسيته كان يتأثر لضعف نفسي أي حمل بيتعرض البنى آدم أو البشر ليه بيكون لود عليه لود عن نفسيته فلذلك احترم حدود طاقتك النفسية اللي تقدر عليه عمله ما تقدرش عليه اعترف انك لأ ما تقدرش ودي قوة بالمناسبة لكن انك تكابر في انك تقدر تعمل كل حاجة انت بتكسر نفسيتك شيئا فشيئا والنبي برضو كان عنده قدر من المرونة مرونة في التعامل مع المواقف مع بعض نظر يعني في صلح الحديبية مثلا لما سهيل بن عمر جيه وكانوا بيكتبوا مع بعض بنوت صلح الحديبية سريعا كده أقول لكم عليها فكتب في بداية الخطاب أو العقد اللي يبقى بينهم يعني في الصلح كتب من محمد رسول الله فسهيل بن عمر بيقوله لو نعلم انك الرسول الله لأمنا بك يعني وكانش يبقى فيه مشكلة هو كلام منطقي جدا لا وكان لا امحوها واكتب محمد ابن عبد الله لان احنا لو عارفين انك النبي فعلا حقا وانك الرسول من مبعوث من عند رب العالمين طب احنا كنا هنؤمن بيك فسيدنا عليه واللي كان مسؤول عن الكتابة دي رفض رفض يامحوها بس النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مرونة خدل الصلح ومحاها بيده دي مش اي حد يقدر عليها مش اي حد يقدر يمسح اسمه كرئيس مش اي حد يقدر يمسح اسمه كقائد والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش قائد ولا رئيس ده كان الرسول المبعوث من عند رب العالمين ومع ذلك هو كان مدرك بس للمكاسب اللي كان ممكن يحظوه بيها من خلال انه يشيل الاسم من خلال مهرته ومرونته النفسية فلازم يبقى عندك قدر من المرونة اللي يخلي نفسيتك تقوى اكتر واكتر لان موقف زي ده كان ممكن يكسرك نفسيا لو انت لا تتحلى بقدر من المرونة احنا بنعاني يعني انا بشوف ان ده مرض العصر الضعف النفسي الهشاشة النفسية عدم التحمل فكلما كانت نفسيتك اقوى كلما انت قدرت تعدي بحاجات كتيرة قوي وتفوز بس عايز اقولك حاجة ان كل مراكز القان نفسية اللي عندك لازم حتما ولابد تكون تعربت لها لصدمة لضغط يعني هتلاقي مثلا ان حد بقى قوي جدا وقلبه جمد مثلا وبقى مسؤول عن الاسرة وعائل لها بعد ما والده توفى اتوجع فاكتر يبقى عنده قوى نفسية في الحتة دي كل مراكز القوى اتعرضت في الاول لضغطة اتعرضت لوجع دايما كده يقولك لما نيجي نخلص ونطلع افضل زي زيت الزتون كده لما نيجي نخرج من الزتون افضل حاجة بنعصره عشان نخرج الزيت نخرج منه افضل ما فيه العصرة دي بتخليك بعد كده اقوى فلازم تبقى مدرك للسنة دي عشان توصل برضو لقى النفسية دي مراحل واستعدادات لازم شوية تتعرض لبعض الوعكات بس انت لو قدرت تخرج منها بسرعة كل المراكز دي هتبقى مراكز قوى فيك هتبقى نقاط قوى فيك بس انت افهم ده عن نفسك اقامل مع نفسك وانت فهمها وبصدق وبشفافية وبمرونة ومن الحاجات بقى المهمة جدا اللي هتخليك أثناء رحلة قوتك النفسية تعينك على ذلك وتخليك وقت ما انت تتعرض للوجع اللي هيقوي فيك المركز ده يحتويك أكتر هو اتصالك بالوحي اتصالك برب الوحي اتصالك بالصلاة اتصالك بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه خمس محطات بيقوي فيهم نفسيته أرحنا بها يا بلال كل ما تتعرض لحالة من انواع الضغط النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما تعرضش لضغطات اتعرض النبي صلى الله عليه وسلم رجل ليه قدميات في الطائف ما قبلش حد إلا وهانه اتحط على ظهره الكريمة الشريفة سالة الجزور اتهم زي ما قلنا في عرض في عرض زوجته بناته توفوا اتطلقوا فيه من أبنائه اتوفى لم يبقى منهم إلا سيدة فاطمة يعني نبي اتعرض توجع وكل بالمناسبة كل الحاجات دي كانت بعد كده مراكز قوة نفسية عند النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان ابنته تموت يطلع يكلم الصحابة عن الدين ما يتعطلش بس اللي كان بيحتوي ده وبيجبر ده ومش هتعرف توصل لقوة نفسية اللي بيه هو اتصالك بالوحي بقى رحنا بها يا بلال القرآن ادراكك لان فيه معاد آخر ولقاء آخر في زمان آخر وآن آخر بيهون عليك كل حاجة في الدنيا آه الامر صعب بس مش ده نهاية المطاف احنا لينا حتة تانية ومكان تاني احد السلف كان بيقول كلما تذكرت الموت هون علي كل مصيبة كل حاجة في الدنيا سهلة بسيطة مهما كانت كبيرة هتعدي لان فيه وقت تاني وفي حتة تانية وفي زمان تاني القوة النفسية محتاجة تركيز بس لازم تركز مع نفسك عشان توصل للمرحلة دي من القوة لان من غيرها صدقني مش هتعرف تدير الحياة ولا تقود الحياة ولا توصل اسأله تعالى ان يعيننا ويؤوينا ويفتح علينا وينصرنا ويعيننا على شحز الهم ورفع رؤية الاسلام